اشتركوا في القناة ولا تترددوا في ترك تعليقاتكم والتفاعل والتواصل لكي تهم الفائدة ان شاء الله اذا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لموضوع الرطوبة هو موضوع مهم ولا ينتبه اليه العديد من الاخوة والاخوات اذا الرطوبة لا تقتصر فقط على الفقصة بل تمتد الى ما قبل مرحلة التفقيس وما بعد مرحلة التفقيس اذا سأحاول ان يكون هذا الفيديو ملخصا وسوف نقسم هذه المرحل الى اربعة مرحل مرحلة ما قبل التفقيس يعني مرحلة تخزين البيض ثم المرحلة الثانية هي المرحلة من اليوم الاول داخل الفقصة الى اليوم السابع عشر والذي سنسميه مرحلة الحضانة المرحلة الثالثة هي المرحلة من اليوم الثامن عشر الى اخر ايام التفقيس ثم المرحلة الاخيرة هي استقبال الكتاكيت وخروج الكتاكيت وكل هذا ان شاء الله سوف يكون مقتصرا فقط على موضوع الرطوبة لكي يكون فيديو مركزا ان شاء الله وتعوم الفائدة اذا بالنسبة للفترة التي يخزن فيها البيض قبل وضعه داخل الفقصة فكما يلاحظ الاخوة والاخوات ان عملية جمع البيض تدوم في بعض الاحيان مدة طويلة بطبيعة الحال لا يجب ان تتجاوز تلك المدة ثلاثة عشر يوما او على حد اقصى خمسة عشر يوما وخلال هذه الفترة يجب ان تكون الرطوبة مضبوطة على ستونة بالمئة لانها اذا كانت منخفضة سوف تؤدي الى اجتفاف البيضة والى فقدانها الماء المكون لها نسبة من الماء المكون لها فلذلك يجب دائما التأكد بان نسبة الرطوبة لن تنزل تحت ستونة بالمئة اذا هذا فيما يخص المرحلة الاولى اذا فيما يخص المرحلة التانية والتي هي بداية مرحلة الحضانة او الفترة الممتدة من اليوم الاول لليوم السابع عشر ففي تلك المرحلة لا يجب ان تتجاوز نسبة الرطوبة الخمسون بالمئة لماذا؟ لكي نسمح بتطور الجيب الهوائي يعني ان البيضة سوف تفقد رطوبتها سوف تفقد نسبة من الماء المجتملة عليه مقابل ذلك سوف يساهم ذلك في نمو الجيب الهوائي داخل البيضة الجيب الهوائي هو تلك الغرفة الهوائية الموجودة في الجزء المحدب من البيضة وهي المهمة كثيرا في المراحل الأخيرة من حياة البيضة او من حياة الكوتكوت داخل البيضة اذا سوف نراقب هنا تطور تلك الغرفة عن طريق ضبط الرطوبة فعند مراقبة البيض في الأسبوع الأول في نهاية الأسبوع الأول أي في اليوم السابع هنا يجب التأكد من أن الغرفة الهوائية تتطور بشكل طبيعي وبشكل جيد إذا لاحظنا أنها تطورت بشكل سريع أسرع من الطبيعي فيجب رفع عند ذلك يجب رفع الرطوبة نسبة الرطوبة داخل الفقاسة أي سوف نرفعها إلى 55% مثلا وإذا لاحظنا أن الجيب الهوائي أقل تطورا يعني أنه لم يتطور بالشكل الطبيعي وبالشكل اللازم فيجب عند ذلك الخفض من نسبة الرطوبة أي أن الرطوبة يجب أن تنخفض إلى 30% أو 25% لكي لا يتطور ذلك الجيب الهوائي إلى أكثر إذن دور تلك الغرفة الهوائية هي السماح للكتكوت في اليوم الثامن عشر تقريبا أو السابع ما بين اليوم السابع عشر عفوا إلى التاسع عشر هي السماح للكتكوت بالتنفس عن طريق التنفس الرئوي لأن هناك مرحلة سوف ينقلب فيها أو تنقلب فيها عملية التنفس لدى الكتكوت إلى تنفس رئوي غازي ويكون ذلك عندما يقوم الكتكوت بثقب في تلك الغرفة وينتقل مباشرة إلى التنفس الرئوي وذلك يكون حسب السلالات في الأيام ما بين الأيام السابع عشر إلى اليوم التاسع عشر تقريبا إذن كما تلاحظون فإن تطور الجيب الهوائي مهم وستجدون رفقة الوصف المرافق لهذا الفيديو إن شاء الله صورة أو رابطا إلى صورة يمثل تطور الجيب الهوائي بطريقة طبيعية ويمكن لنا المقارنة عند ذلك ويمكن لنا المقارنة بين التطور الحاصل لدينا في الفقاسة في بيضنا داخل الفقاسة والتطور الطبيعي إذن هنا تكون مرحلة الحضانة قد انتهت ودخلنا إلى مرحلة التفقيس إذن مرحلة التفقيس هي الأيام الممتدة من اليوم الثامن عشر إلى اليوم الواحد والعشرين وهنا نتكلم بطبيعة الحال بإعلاء الدجاج بالنسبة للديك الرومي أو البط أو الإوز فذلك شيء آخر سوف نتطرق إليه إن شاء الله في فيديوهات أخرى إذن بالنسبة للمرحلة التالثة والهي المرحلة التفقيس يجب أن تكون الرطوبة مرتفعة شيئا ما داخل الفقاسة بالنسبة للدجاج يجب أن ترتفع تلك الرطوبة إلى نسبة 65% إذن لماذا يجب رفع تلك الرطوبة للعديد من الأسباب السبب الأول هو مساعدة الكوتكوت بطبيعة الحال للخروج من البيضة حيث أن هناك غشاء كما تعلمون غشاء هناك غشاء داخلي يحيط بالكوتكوت فبوجود رطوبة مناسبة سوف يبقى ذلك الغشاء رطبا رطبا ليساعد الكوتكوت للخروج والانزلاق بسهولة من قشرة البيضة إذا كانت رطوبة منخفضة فإن هنا بطبيعة الحال سوف تلتصق تلك القشرة على الكوتكوت وسوف يموت مختنقا داخل قشرة البيض بأسوأ الاحتمالات وبأحسن الاحتمالات سوف يخرج من البيضة ولكن سوف تكون لديه بعض الإعاقات إذن هذا إشكال ويجب تجنبه إذن هذا أولا ثانيا بالنسبة للرطوبة فإننا يجب أن نعلم أن الكوتكوت الجهاز التنفسي للكوتكوت يكون جدا حساس في الفترة الأولى إذن هو يتنفس رئويا ولكن الهواء يجب أن يكون مشبعا بالماء لكي لا تكون هناك التهابات في الجهاز التنفسي وتلك الالتهابات قد تكون بابا لهجوم بعض البكتيريا أو الفيروسات التي تكون في قشرة البيض أو التي تكون في الوسط الذي سيعيش فيه الكوتكوت ومع العلم أنه يجب مراعاة تنظيف البيض قبل وضعه في الفقصة إذن الرطوبة في هذه المرحلة هي رطوبة صحية من أجل الكوتكوت ويجب أن تكون 65% بالنسبة للدجاج وبالنسبة للديك الرومي يجب أن ترتفع تلك الرطوبة إلى غاية 75% إذن في المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة التفقيس وخروج الكوتكوت واستقباله فهنا أيضا يجب أن لا نغفل عامل الرطوبة فالإخوة والأخوات ينتبهون فقط إلى عامل الرطوبة داخل الفقصة ولكن لا ينتبهون إلى الرطوبة قبل وبعد عملية التفقيس فعند خروج الكوتكوت من الفقصة واستقباله في طبيعة الحال في العش الجديد يجب أن تكون الرطوبة مضبوطة على نسبة 65% وذلك أيضا لمساعدته على التنفس بشكل جيد وأن لا يحدث هناك اجتفاف في مسالكه التنفسية وبالتالي الضغور التهابات ومن ثم فتح الباب لهجوم البكتيريا والفيروسات على ذلك الكوتكوت إذن تلك الرطوبة هي مهمة ولكن لا يجب الإكثار منها لكي لا تتسبب في احتماق ذلك الكوتكوت أو تدهور حالة العش الذي سوف يكون هو كذلك عرضة لتكاثر البكتيريا والطفيليات إذن هذا كل ما يخص الرطوبة قبل أثناء وبعد عملية التفقيس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة